هنا بالجودة اللي النبي بيباهي بيها ايه؟ وده قالوا الفقهاء العبرة بالكيف لا بالكم يعني العبرة بالجودة يتباهى بنا نفسيا وخلقيا وجسمانيا علميا يتباهى بنا حضاريا يتباهى بنا ونحن أمة قوية عقلية تخترع وتبدع وتنشئ وتعلم ولا يتباهى بأمة هزيلة ضعيفة الإنسان لا يتباهى بالضعيف ولا بالكسالة ولا بالمرضى فلذلك قال الفقهاء العبرة هنا بالكيف مصطلح منطقي لا بالكم يعني العبرة بالهيئة لا بالعدد قد يكون واحد يساوي ثم قال بعض العلماء فإن العدد هنا المقصود في الحديث أي عدد يعني أنت لما قال تناكح وتناكسل فإني مبايب بكم الأمم بعدد أي عدد فاللغويون يقولون الإسنان جمع فيفردنا أنا خلفت اتنين هذا عدد لم أخالف الحديث لأن أقل الجمع عند علماء اللغة العربية اثنان وعند فقهاء الشريعة أقل الجمع ثلاثة فهنا طبقا للغة العربية أنت لما تقلف اتنين أنت خلفت عددا كثيرا أنت حققت الكثرة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المهم الكسر يكونوا عشرة أو يكونوا خمستاشر اتنين كسرة لأنه جمع في اللغة العربية هذا ما أجاب عنه العلماء هناك كمان يا سيدي كما قلنا تنظيم النسل إيه الفرق بين التنظيم والتحديد هاول التنظيم أنك تجعل فترة زمنية بين المولود وما يليه فإننا لما نجي بالمنطق نجد أن القرآن جعل مثلا المدة الرضاع للولد سنتين والمرأة بتحمل مثلا في تسعة شهور أدي ثلاث سنين لابد من فترة زمنية ترتاح فيها المرأة لكي تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغيلة وهو الحمل مع الرضاع فإن هذا يجعله الولد الذي يأتي ضعيفا هزيلا فلما المرأة تخلف ولد تنتظر فترة زمنية يتفخ عليه الطرفان الرجل والمرأة لكي يأتي بالمولود الذي يليه الفقاء استدلوا على ذلك وعلى الجذب العزل فإن العزل ورد في الشريعة الإسلامية إذا كان هناك داع ومعنى العزل أن الرجل يلقي بمئه بعيدا عن المرأة هذه الوسيلة التي كانت معروفة عند العرب آنذاك يقول الفقاء ويقاص على هذه الصورة أي صورة يعزل بها الرجل ماءه عن المرأة بأي وسيلة طبية هذا العزل مباح إذا كان هناك داع يدعو إليه ما الداع الذي يدعو إليه؟ يقول الفقاء صيانة النفس ورفع الحرج والضرورة كل ذلك لما يكون المرأة عندها حرج تخلف ولد ولا ولد ولا ولد هذا يحدث ضعفا في المرأة وبالتالي يكون النسل ضعيفة من هنا أجاز الفقاء قضية تنظيم النسل تحديد النسل إنه يبقى في اتفاق بين قطبي الأسرة الرجل والمرأة لا هنجيب اتنين هنجيب تلاتة هنجيب واحد فقط هل هذا يجوز؟ يقول الفقهاء يجوز تحديد النسل إذا كان الرجل معيلا يعني عنده عيال كتير أو كان فقيرا لا يستطيع أن يصف على التعليم ولا التربية ولا الصحة أو كانت المرأة ضعيفة أو كانت المرأة موصولة الحمل هي بتحمل على طول كده طبيعتها هكذا هذه أربع صور وذهب الإمام أبو حامد الغزالي إلى صورة عجيبة جدا قال يجوز التحديد إذا خافت المرأة على جمالها الله أكبر أظن بقى حضرتك بعد اللي إحنا سمعناه وإن وصل أبو حامد الغزالي إلى حكم عجيب جدا ذكروا سيدنا على مسؤولياته الشخصية نعم ذكره صاحب كتاب فقه السنة في أنه يجوز للمرأة أن تقوم بتحديد الناس للمحافظة على جمالها كأن جمالها هو الفرد وأصبح النفل هو أنها تخلق ويقول لك رأيي كمان قاله الفقه إحنا قلنا يجوزه إذا كان رجل معيلا أو ضعيفا هناك رأيي يقول يجوزه مطلقا بغير شروط ولا ضعف ولا ولا إلى آخر يا رب بقى ما يجيش واحد بعد كده يقول لك أنتوا كده بتحربوا العقيدة أو بتحربوا شرع الله إحنا ورانا واجبات كثيرة لازم نفهمها مهما كان تمنها إنقاذا لقضية هذا الوطن نكون أو لا نكون نشكر باسمكم سيدنا العلامة الأستاذ أبدالسور محمد سالم أبو عاصي أبدالسور محمد سالم أبو عاصي